الفساد بدلاً من أن يكون استثناءً في العراق تحول إلى قاعدة وهذه انتدت وتوسعت وأضرت بشرائح كبيرة في المجتمع العراقي ولكن الإعلام عندما يتبنى أو يفتح ملفاً للفساد عليه أن يدرك أولاً مظلومية الذي يقع عليه الظلم نتيجة الفساد وأن لا يكون مبتزاً لأنه يعمل بمقابل من هذا ومن ذاك ليتحول إلى بطل من ورق وبالتالي هو جوى الطاولات يساوم هذا سوى المعنى بقلبه الشاعر لأنه الولد والحبيبات بدأوا يتساقطون لأنهم كانوا يعملون على ملفات الفساد بمقابل لا لا نريد منكم جزاءً ولا شكورة نريد وطن حقيقي خالي من الفساد ونريد أن نكون قوة شعبية حقيقية من الشرفاء ليقفوا بوجه هذا الفساد مشكلة التي عندنا بالعراق من عام 2003 لحد الآن المشكلة باستخدام النفوذ والمنصب والكرسي والقوة والعلاقة والسلاح بالتطاول على مال العام وعلى الحقوق وأنا يمكن أقول دائماً مو أني أقول القاعدة القانينية تقول ولكني أدعمها وأتعامل بها أن الجرائم لا تسقط بعد تقادم الزمن فقد يكون كان هناك وقتاً لسين أو صاد كان متنفذاً والهوى ما يترس خشمة ومن يحتي يحتي معلق أو كان الوقت الذبح بالقطنة كل ولد عد نوع من السيارة يحط بالصندوق ويذبح وكانت الناس تخاف تحجي لكن إحنا حتى في ذاك الوقت كنا نسولف بس الناس على حقوقها تقدر تصبر اليوم مباشر وتختار الوقت الملف اللي أمامي لهذه الليلة أنا مرات ما لي علاقة أنت شلون انت معك العقائدي تكون بعثي تكون من العملية السياسية الحالية من أحزاب الإسلام السياسية المهم أن يحكمك القانون القانون اللي يحكم العراقيين مذنب يقتص منك القانون يأخذ حقه القانون يحاسب لكن أن يتم التجاوز على القانون وعلى القضاء أو التأثيرات على هذا وذاك لأن أنت شايف روحك ولأن الله انطاك اليوم منصب وبالتالي ضيعنا فرص كثيرة لبناء البلد وأعطينا صورة ونموذج الآن نحتاج أن نراجعهم نحتاج أن نعيد النظر بالكثير من القضايا لأنهم فوضى وما كانت أكو عمل بشكل يخضع إلى القانون أو يحاسب الضمير أو هناك رؤية حقيقية لخدمة الناس حسنا الآن تكشفت الأمور ونحن أمام مرحلة جديدة لذلك القانون يجب أن يكون سيد الموقف ولذلك كثير من حقوق الناس أخذوها تذكرون شلون انوخذت بيوت المسيحيين في فترة من الفترات لأنه شنو مسيحي الولد يشتغلوا نفس نفس قضية داعش وها يموتهم داعش شلون سب المسيحيين وشلون سب اليزيديين وشلون سب أعراضهم لأنه لا يتوافق معه بالعقيدة أكو عدنا قسم ظال أيضا عندما لا يتوافق يتوافق معك بالرؤية السياسية يأخذ مالك ويأخذ حلالك ويهجرك ويأخذ فلوسك ويطاول عليك وهذا مشهد الآن حان الوقت ليتحاسب عليه اشتركوا في القناة